اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ملح السردين ملح الملوحة في حاجات كتيرة جميلة جدا انما بالذات الفسيخ بتحزنه اه احنا بنخاف منه بنخاف منه بس عشان تسامم البوتوليزم تسامم كده بسم من بكتيريا لها وايا فدي بنقلق منه يكون التصنيع مش مزبوط او مشتريينه من مكان مش موصوق فيه وفي الاخر برضو هو الفسيخ يعني سامك معفن يعني اه سامك معفن طب هل ممكن حتى الاسماء المشهورة والمحلات القديمة اللي احنا بنسق فيها هل ممكن تفلت منه مرة صفيحة او تعبوة يكون فيها المكروب ما ده بنخاف منه فعشان كده انا مش بحب يا منخشش في المغامرة اصلا بالزبط كده يعني الحاجات التانية جميلة جدا بالذات ان السم ده لا بيروح باللمون ولا ده سم كأن حتى موبيت حشري ما بيبانش فالس ولا ليه طعم وبعدين ما بيروحش لا بصل ولا لمون ولا تسخين ولا خل بيروحش بالحاجة دي سم يعني فيه ناس تقول كتر اللمون ما هو يا جماعة ده سم ده زي موبيت حشري جوه السمكة لو حطيت لمون على موبيت حشري لا وعجبين نشرح للناس ان هما ما بيصابوش بالتسمم من المكروب نفسه بالزبط لا بالسم بالزبط كده فهي السمكة بتبقى السم جواها اول ما البني قدم بيأكل على طول عايز اقول بقى حاجة يعني معلش برضو حدوس جرس كده انزار مش لازم اسهل وترجيع ده بالعكس ده بيعمل امساك احيانا فالناس طالما مفيش اسهل وترجيع يبقى انت في امين لا تاني حاجة اكلت دلوقتي في سيخ مش لازم يظهر بعد ساعة ولا ساعتين لا ده ممكن يظهر بكرة ممكن يظهر بعد اسبوع بصة حدوكة ده ايه فعشان كده دايما الجرائد ايه تاني يوم شامل نسيم الحمد لله مفيش حالات لا اسبره ده بيوصل لأسبوع واسبوعين الفترة اللي هي من فترة الاصابة لزهور المرض الصم ده لما بيخش الجس بيروح فينا دكتورة طبعا ده بقى حضرتك بيعمل اعراض يعني عايز اقول طبعا النهاية على طول اللي هو فشل العضلات والتنفس عضلات التنفس فبيموت من فشل في هذا التنفس ولكن بياخد البني ادم بالتدريج يعني يبتدي اعراضه مثلا زغلالة في العين جفونه تقع يشوف الحاجة اتنين يبتدي حسب العصب اللي تهاجم بالزبط ينزل من فوق لتحت عارف حضرتك من فوق لتحت كده بعدين يقوم ايه في صعوبة في البلعة عشان على طول الميا مش نافعة معي يقوم داخل واجع بقى في الراس والكتفين ضعف في العضلات وبعدين ينزل على العضلات التنفس احنا ما نستناش بقى لغاية عضلات التنفس يعني اول اعراض ما حساها من فوق زي ما حاجب تقول بالزبط في الوش او حد يلاحظها في حد على مركز سنوه على طول اه في اعلن بس يعمل عينيه كده يشوف الحاجة اتنين لا على طول ما يستناش بقى ترجيع واسهال احنا مش هنستنى موجاز ما يجيش والحمد لله مضاد السم ده موجود عندنا اه الحمد لله البلد الوحيدة اللي عندها مضاد السم يعني عرف عدرتك والبلد اللي حولنا بيستعينوا بينا لجنا عايزة سمع الناس تانية دكتورة والرقم ده قلناه هنا في الحلقات بتاعتنا ان حقا المضادة لهذا التسمو بتكلف في المريض الواحد وصلت لحاجة وسبعين الف جنيه قالها مدير مركز سموم عندي هنا انا هقول لحضرك الحاجة ده دولاتي 200 وحاجة الف جنيه لانه بيحتاج تلات جرعات الامبولة ايوه جرع الواحدة سبعين الف جنيه الزبط كده فبيكلف الدولة طبعا بس كأرسى يعني المهم نلحق ننقذه خلينا بالتكلفة المهم نلحق ننقذه بالزبط طيب هل في ناس ماينفعش خالص يكلوا اسمانك مملحة يعني هلك طبيبة طبعا واستاذ الطب شرعي مين من الحالات والأمراضهم تمنعهم من الأسماك الملحة نهائيا طبعا مرضى القلب مرضى الضغط الكلة كلة ماينفعش طبعا الكبد المتقدم هو عنده استسقى الحامل والأطفال يعني دول يبنصحهم طبعا يمتنعوا تميما بس عايزة أقول لحداك النفس أمره بالسوق طب نفسه في حتة حتة صغيرة حتة ملوحة صغيرة طب حتة ماشي نتكل على الله خلاص ماشي بس هنواظب بقى نعمل إيه بقى دخلك كمية أملاحه سوديوم لازم تاخد بقى بوتاسيوم لون كتير برتقان خاص كتير بروكلي يعني زود بقى الحاجات دي حتتعملها سلطة يعني الرينجة الملوحة ممكن تعملها سلطة وتزود الحاجات الخضرة خضرة جواها الفكهة يبقى موز أنا عايزة دخل بوتاسيوم يعادل الأملاح إيش رموية كتير بقى عصير طبيعية شيء أخضر يبقى مدرات بول بقى دونس عشان أخلص من حفل السوديوم العالي بالزبط فأنا يبقى ماشية صح بقى أنا خدت حطة صغيرة من نفسي بس معاها احتياطات لكن تاني نقول الحامل الحامل والأطفال أمراض الكلة أمراض الكبد المتقدم بالزبط القلب القلب والضغط والضغط كل دول ما تنصحيش إنهم يأكلوا أسمك مملحة ممكن يأكلوا سمك عادي يعني في اليوم كميل بس بلاش الراس سمك مشوي آه سمك مشوي طيب إيه الاحتياطات اللي بتنصح بي حضرتك لو هنأكل أسمك مملحة وإحنا ما عندناش أمراض لكن بداياتا أنتوا لأول نصيحة نبعد عن الفسيخ آه ده اللي بتنصحي بي ثم لازم أشتري من مكان موصوق تمام لازم أشوف المنتج ده شكله إيه يعني إحنا حتى السمك العادي إحنا بنهتم بيه يعني ببص على العني ببص على الخاشيم ببص فبرضه لازم أبقى عارفة مايبقاش جايلي علبة أنا مش عارف يا جايلي مني مش عارف مصدرها أو والتصنيع في البيت أنا بقى لأ منه تصنيع في البيت لفي ناس يقولك ده مضمون لأن أنا عملته في البيت لا أحيانا بيبقوا برضه مش على مستوى الجايرلينز أو مش ماشين صحي على الصنع مش معتنين الفسيخ صحي بقى هم ركنول أول حصلوا مشكلة البكتيري جات فيه بعد كده ملحوا يعني أنا حب اللي هو المتخصص المتخصص اللي هو وخيف على سمعيته فبي راعي بس كتب بزبط كتب طيب حضرتك خبيرة سموم وأكيد صادفتي حالات كتير حاجات في الأكل لما جبنا بقى سيفة السمك لازم نتكلم على بعض الأسماك اللي مش مملحة ممكن تبقى خطر برضه بساعات بينزلوا صور أسماك كده على الفيسبوك وكده فبرضه وعينا عن الكلام ده بص حدق بداية بداية كده السمك الكويس بلاش نقرب لراسه عشان راسه ده مكان المعادن الزيبق والرصوص معادن الثقيلة بالزبط كده يعني ينصح نقطع راسه منتعملش معها ومحتويات البطن محتويات البطن يبعد عنها في ناس بتحب برضه لا وهي مقفولة الحاجات دي لازم تتنظف تماما في سمك يعني هو طبعا كويس وكل حاجة بس احنا بنسميه مكنسة البحر سمك الأرموت حتى النبيين ما بيأكلوش بقى يعني لم نحضرتك يعني النبيين يمتنوع عنه يقولوا لأ مش ندوك نخلي برده برضه منه مش لازم نقطر منه لانه هو بيأخد كل حاجة وبيأكل أي حاجة وكل المواد السمك مش مواد سمك المواد اللي هي المعدن السقيلة بتيجي عليها على فكرة في ناس بيجي لها حسية منه بالزبط رميد بالزبط أنا شخصان بقول لأ بلاش منه عشان خاطر حتة انه هو بيأكل كل حاجة بسموه مكنسة فعلا في أسماك تانية بقى دي بنخاف منها ظهرت في اسكندرية وسويس فيه سمك اسمها الأرنب الأرنب أموعين كبيرة دي بالزبط هي عاملة زي الأرنب بس هي مش طيبة زي الأرنب حتى بسموها القرار تقرض للشبك وتعود ويعني شرسة بتنزل السم خطير جدا اسمه التترو دا تاكسين السم فظيع دا يمكن الوحاد اللي بيطبخوه حلو وجميل جدا اليابانين اليابانين عارفين ازاي يطبخوه ليه السم مش في اللحمة مش في اللحمة بتاعه السم تحت الجلد السم في الكبدة بتاعته السم في حتة معينة فهم اخدين دورات تدريبية يطبخوه ازاي احنا لأ بس اللحمه كويس اللحم كويس بس سنينة احنا ما نعرفش انه تبخو ما تعلمناهوش فعشان كده ما ظهر في اسكندرية والسويس حالات طبعا فيه تسمم لانهو برضو بيقدي الفشل في التنفس وبيوقف القلب يعني بيعمل شلل شلل وتنميل وبعد كده يقف فبلاش منه يعني سم كل أرنب دا كريت الناس تعرف شكله لا ما تشتريهوش خلينا في حاجات الشائعة وحاجات المتعودين عليها افضل اه بس كده منها قصدي كده لكن السمك هو قصر الخيص سيادين وسيادين كمان ايه اللي هم عادين على الارض اللي ملهمش محلات بيقوموا بيعينه وخلاص هتشرف لقيه بعد كده اه معنى هم بيبقوا عارفين فيه سمك تاني بس هو فليبيا وتونس بقى اسمه سمك المخدرات تعمل تسامم مشهور كده تسامم السيجواتيرا فهم يعني طبعا منتبهين لي هم عارفينه اه بس بس مش عامش عن دي لا الحمد لله كل سنة حديك طيبة وحديتك طيبة وان شاء الله شام النسيم آمن يا رب يا رب اللهم أمين على قدراتك وعلى الناس كلها ناكل سمك وفسيخ وملوحة ماشي نحرش معدتنا بشوية بصل اخذها ولمونتين ومالو نحبس بكوباية شاي تقيل سكر بره زي ما بيقوله انما بمواصفات معينة وطريقة تخلينا بألف عافية ان شاء الله اشوفكو على خير وانعد من شام النسيم بكل خير واشوفكو دايما بألف عافية موسيقى